عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة عقدت اجتماعاتها لليوم الخامس على التوالي برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس وبحضير وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والفروة المعدنية والبيئة والزراع واستصلاح الأراضي والموارد المائية والرأية وخلال الاجتماع استعرض الوزراء المعنيون بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة ومن جانبهم أثناء الوزراء وعلى مقترحة النواب مشيدين بالحوار الديمقراطي الذي تبنته اللجنة الخاصة وتعهدت الحكومة بأن تكون الرؤى والتوصيات المطروحة من السادة النواب محل نظر الحكومة عند تنفيذ برنامجها